أعلنت وزارة الصحة عن إجراء المسح السمعي لمليونين وثمانية عشر ألف طفل حديث الولادة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة وذلك منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر من عام 2019 أوضحت الوزارة أنه تم تزيادة عدد المراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية حتى الآن لإجراء فحصات الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما كما أوضحت الصحة أنه وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم فحص 6080 طفلا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة